السلام عليكم متابعي قناة توبتن عرب نملنكم بخير وأنكم مساعدتون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة مرحبا بكم إن القرى القطبي الجنوبية من أحد أكثر الأماكن إذهالا وروعة في العالم وذلك لكونها من المناطق الغير مأهولة بالبشر بسبب تقصها وطبيعتها القاسية والمتجمدة كما أن بها الكثير من الأسرار والألغاز التي تقوم البياثاث العلمية من العالم كله بدراستها وتحليلها والبحث عن أجوبة وتفسيرات لها لكننا في هذا الفيديو اخترنا لكم أكثر ما وجده الناس إخافة في أنتركتيكا القارة المتجمدة فابقوا معنا سبق وعثر الكثير من الناس باستعمال برنامج جوجل آيرث على ما يبدو كأهرامات وسط القارة القطبية الجنوبية وهو الأمر الذي فسره البعض بإمكانية وجود حضارات قديمة غابرة فيما مضى هناك وأكثر الصور التي انتشرت بهذا صدد هي صورة الهرام الربعي الأوجة الذي يبدو كأهرامات مصر بهضبة الجهزة ويجدر الذكر بوجود هرامين آخرين هناك أيضا بالقرب من الساحل وكما يظهر في الصور فالدعاوات قد الكثيرين بأن هذه الأهرامات قد تكون دليلا على وجود حضارة بشرية سابقة هناك أمر بديهي إن أخذنا بعين الاعتبار أن القارة كانت ذات جو دافئ ومعتدل فيما مضى ولم تكن في المكان المتوجد فيه حاليا وهذا هو سوف عثور علماء على برك مياه أسفل الجليد ظلت منحصر هناك لآلاف السنين نهيك عن عثورهم على عدة بكتيريات وكائنات مجهرية أخرى وبحسب ما توصل إلي العلم طيلة مدة دراسة أنتاركتيكا فقد كانت قبل مئة مليون سنة مكانا مخضرا ومليئا بالنباتات والحيوانات مما يرجح إمكانية عيش البشر قديما هناك قبل أن تتحول لأبرد الأماكن وأقصى على الكوكب لكن ومن ناحية أخرى عندما كانت أنتاركتيكا دافئة لم يكن وجود للبشر الحاليين كما الأهرام التي يدعي الكثيرون بأنها لحضارة قديمة قد تكون في الواقع مجرد نتيجة للعوامل الطبيعية بالقرة لكن وكما تعلمنا على مدار السنين فكل شيء ممكن إن صدق وعاش هناك مجموعة من البشر فيما مضى فلابد بأنهم كانوا متقدمين للغاية ويمتلكون تطورا علميا خاصا مميزا على ذكر الأمور المخيفة فمن المخلوقات الأسطورية التي ارتبطت بالجبال الثلجية هو مخلوق اليت الذي يعتقد بأنه مخلوق شبيه بالإنسان لكنه كثيف الشعر في كافة أنحاء جسمه ولديه في رعين طاولتين وهذه صور من أحد الصور التي يزعم مصورها بأنها له فما رأيكم؟ منذ أربعين نيات القرن الماضي ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية انتشرت الكثير من الإشاعات التي لازلت منتشرة لحد الساعة حول هرب أهم المسؤولين والأعضاء في الحزب النازي من بينهم الفوهرر أدولف هتلر بنفسه ومن الأماكن التي ادعى كثير بين النازين قد هربوا إليها هي القرى القطبي الجنوبية إذ يعتقد بأن النازين قد أرسلوا بأثاف علمية من الجيش هناك قبل انتهاء الحرب والذين عملوا على بناء قواعد سرية في أكثر الأماكن بعدا وقساوة وصعوب للعيش فيها بالعالم كله ومن بين كل الصور التي انتشرت لدعم هذه الإشاعات صورة لما يبدو كقاعدة سرية أو طبق طائر كما صرح البعض والذي يرى كثير بأنها أكثر الصور التي يمكن تصديقها حيل بناء النازين لقواعد سرية بأنتركتيكا فعلا لكن هذه الصورة وغيرها تفتقر للإثباث على أنها حقيقية على أكس الآثار والأغراض التي تجاوز عددها الخمسمية والتي عثر عليها في بدايات القرن الحالي بأنتركتيكا والتي كما خمل بعضكم تعود الحزب النازي وتحتوي على أسلحة وكتب ومجلات والكثير من الأمور التي تؤكد تواجد النازين فعلا بالقارة لكن إثبات أن الغرض من تواجدهم هناك والاختفاء أو بناء قواعد سرية أمر لا زال غير مؤكد اليومنا هذا الظواهر الغير طبيعية في ويلكسلاند ويلكسلاند عبارة عن قطاع كبير في أرض موجودة في شرق أنتركتيكا وقد انتشرت عدد مقالات وصور حول هذا المكان العام الماضي لإعدة ظواهر ونشاطات طبيعية غير منطقية هناك إذ وبعد القراءات القوية التي صدرت من ويكسلاند ودراسة العلماء لها في الأغلبية يرجح وجود بناء وغرض كبير الحجم بالأسفل الذي يرى كثيرون على أنه نايزك سبق وضرب الأرض منذ ملايين السنين ويمكن يكون أكبر النيازك التي ضربت الأرض يوما لكن ولعدم معرفة السماء في العنشطة الغير الطبيعية للمنطقة فهناك من يرى بأنها قد تكون دليلا على وجود ما يسمى بالأرض المجوفة أي أن الأرض المجوفة من الداخل وأرض ويكسلاند لايست وأحد بوابات هذه الفجوة وبالطبع كل هذه التفسيرات تبقى غير مقبولة تبقى غير مقبولة أو مقنعة باستثناء حقيقة أنها قد تكون بفعل إنحباس حراري والتلوث الذي يعرفه كوكبنا وهو أمر مخيف فعلا لأن ذوبان جليد منطقة بحجم ويكسلاند قد يكونوا ذا تأثير مدمر على عدة دول مثل أستراليا والهند ودول جنوب أمريكا وغيرها وحش البحر إن أخذنا بعين الاعتبار بعد القار القطبي الجنوبية وقساوتها وصعوبة استكشاف البشر إياها أو العيش فيها فمن الممكن أن تتوجد هناك مخلوقات تمكنت من مسيرة كل هذه الصعوبات بل وتعيش فيها بعيدا عن العالم كله وبالطبع تنتلك أنترك تيكا تنوعا حيوانيا وطبيعيا خاصا بها إلا أن هذه الصورة قد تكون أكثر صور الحيوانات غرابة هناك وخاصة لعدم وضوح المخلوق البحري فيها وعدم تمكن العلماء من رصده باستثماء أنه ضخم وهائل الحجم والذي ربطه الكثيرون بمخلوق الميغالودون العملاق الذي انقرض من ملايين سنين بناية الأربعة عشر ميل تم العثور على بناية أسفل جريد أنترك تيكا بطول بلغ أربعة عشر ميلا وقد تم اكتشاف ونشر صور هذه البناية الغريبة من طرف مستعملي برنامج جوجل أيرث بحيث تميزت البناية بالضوء الصاطع والمشعة الصادر منها والذي يجعلها تظهر بوضوح وسط ثلوج القرن البيضاء النصع وبالطبع هناك من يرى ممن تداول الصور وتفعل معها على البناية مركز للفضائيين بينما هناك من يرى على أنها منشأة علمية وأسكرية سرية لكن الكثير من العلماء والأخصائيين عبروا عن كون الصور غير حقيقية وربما ليست سوى خطأ في برنامج جوجل أيرث أو صور معدلة ما إنتاجها عمدا لنين الانتباه وحصد مشاهدات وردد أفعال كثيرة وفي النهاية يمكن القول بين البشر يعمدون لتفسير الأمور التي يجهلونها بشكل ممثل بحيث يعزون كل ما لا يستطيعون فهمه للظواهر الخارقة للطبيعة والقصص والأسطر الخرافية فما رأيكم إذا هذا الموضوع ما هي أكثر الأمور التي تم اكتشافها إخافة في أنترك تيكا سواء كانت ضمن الفيديو أو لا شاركونا بأرأيكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر